النهاردة انا هتكلم في موضوعين دي اول مرة يعني انا دايما ببتدي بموضوع واحد بس النهاردة هبدأ في موضوعين اول موضوع الحقيقة لفت نظري فيديو النهاردة المنتشر على السوشيال ميديا موضوع انا اتكلمت فيه كتير الحقيقة قبل كده بس المرة دي الموضوع يعني مختلف بمعنى ايه؟ كل مرة كنا بنجيب الاباء والامهات واعتراضهم من خلال وقفات في الشارع اعتراض ولافتات بانهم بيعترضوا على تدريس المثلية لولادهم في المدارس وده كان طبعا في اوروبا النهاردة يا جماعة الاعتراض تطور انه ام امريكية اقتحمت الفصل بتاع ابنها حنزلكوا الفيديو تشوفوا حصل ايه ونرجع مع بعض تاني نازل يا تامر الفيديو موسيقى i'm not paying my tax money get out of this type of why don't you have this hanging up it's part of the student team no it's not part of anything that is uncalled for we are paying you to teach history that's what you need to be teaching اذا فضل هذه الشروع حيث أكثر لا هذه هي لا هذه هي بانك لا تتخلع سيدك 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 المترجم للقناة اللي احنا شوفنا دلوقتي ده يا جماعة مهزلة يعني والله يا جماعة يعني أنا الستة الأمريكية دي أنا شايفة ستة مصرية قدامي ستة جدعة لأنه الستات المصرات هما اللي بيعملوا كده الجدعان اللي بيدافعوا عن مبادئهم ويعني ووقت الشدة وبتبقى الستة المصرية بمئة راجل والموضوع اللي بتكلم فيه بقى ده يهمهم برضو يعني وحقول ليه بس بعدما أخلص الموضوع ده أو الكلام في الحتة دي دي وليت أمر زي ما شفتم ابنها قاعد جات الكاميرا عليه قاعد في الفصل وزي ما شفتم راحت شدت العالم الستة المدرسة المحترمة اللي بتعلم الجيل خطة فوق خريطة أمريكا عالم المثلية يعني يا جماعة وصلنا لمرحلة مش معقولة وقالت الستة دي بقى الأمريكية هي أمريكية على فكرة قالت للمدرسة أنا ما بتفعش الضرائب بتاعتي علشان ابني يتعلم المثلية أنا ابني يعني أنا بتفعها لابني عشان يتعلم كويس ويدرس التاريخ اللي المفترض انك انت تعلميه للولاد ولو ابني فشل هتكوني انتي السبب لانك ما علمتهوش العلم اللي مفروض انك تعلميهوله واذا فشل هيكون بسبب انك حطيتي علم المثلية فوق خريطة أمريكا ده الستة الأمريكية بتقول لها كده اللي هي ولية الأمر وفي مشكلة دلوقتي يا جماعة موجودة في أمريكا بين مجالس المدارس اللي بتتشكل من أولياء الأمور بعض أولياء الأمور بيطلبوا بحظر نشر أعلام المثلية أو تعليم المثلية في المدارس وفي جزء تاني بيقول انه من حق المدارس انها تعلق علم المثلية والدرس المثلية في المناهج والمشكلة مزالت أو موجودة دلوقتي بين الطرفين موجودة مش في أمريكا كمان بس على فكرة موجودة في عدد من دول أوروبا بصوا يا جماعة هو أنا ليه قلت الموضوع ده النهار ده لأنه الموضوع تطور كان في الأول الفعل ورد الفعل كان في مرحلة ودلوقتي الأمر تطور أنه بقى المدارس والمدرسين بقوا مستقويين جدا يعني مش عاملين أي اعتبار ولا مديين اختيار أنه مثلا الطلبة تختار أنه يدرس دول لا 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 ده هو إيه يا جماعة بالعافية والأباء وصلوا زي ما احنا شايفين لمرحلة تعدت الوقفات اللي كانوا بيقفوها وبقوا بيقتحموا الفصول زي ما احنا شايفين طيب أنا ليه بقول الكلام ده أو فتحت الموضوع ده النهار ده عشان أقول الموضوع وصل لإيه برا وأقول أنه الأمريكية نعتاردة مش بس العرب عايز أقول بقى لكل أب وخصوصا الأم المصرية الست الجدع اللي بتشيل للبيت خدوا بالكم يا جماعة يا ستات يا جدعين يا أمهات من ولدكم لأنه موضوع المثلية ده بقى وباء بقى وباء بينتشر في كل مكان وزمان دلوقتي زي الكورونا كده خلاص ليه ليه عشان الولد بدل ما يطلع راجل ويكون عنده نخوة ورجولة يبقى طري وماعرفش يتحمل مسئولية وبالتالي هيبقى فاسد ومش هيعرف يدافع لا عن أهل بيته ولا عن بلده ودي العقول اللي بتلعب فيها أهل الشر عشان يجندوهم للشر وأبسط حاجة بتحصل نتاج هذا الفيروس القاتل إن الست اللي عندها ابن ما يبقاش عندها ابن بيبقى عندها حتة ورقة بتطير مع شوية هو والبنات وما أدرك ما البنات هو دلوقتي الأدن يا تامر لسه طيب خلي بالك من بنتك يا أمهات خلي بالكم من بناتكم في دلوقتي اللي هو كل أسبوع يا مامي أنا رايحة سليب أوفر أنا رايحة مجموعة بنات مع بعض يباتوا مع بعض أو رايحة تباتوا عند صحبتها لا يا جماعة مع هذا الفيروس اللي أنا بقول عليه هل أنت شايفة البنات دي بيعملوا إيه مع بعض بتكلموا في إيه أنا بتكلم في موضوع حساس جدا بس أنا بكلموا للمصلحة العامة ما تدوش الحرية قوي للبنات الموضوع بيبدأ بالكلام أنتوا عارفين أنه سن المراهقة بيحبوا أنه هم يعني يتشبهوا بالغرب فيقوموا يشوفوا الأفلام طبعا دلوقتي نتفلكس حتت كل الشخصيات الزريفة اللطيفة الجميلة يا وحدة مثلية يا ولد مثلي ترجمة نانسي قنقر